يقول وصلوا صوتنا يعني أنت مقادر حتى نتوصل صوت المستضعفين هناك قاعد تتهمهم بأنكم أنتم غلطانين نبي ننهي هذا الموضوع عسى الله يرحمهم إن شاء الله برحمته ويرحم شهدائهم إن شاء الله ينصرهم ونصر قريب صحيح دكتور يمكن فعلا يعني نشوفه شيء مهول الأول مرة يمر علينا الصراحة على مدى هذه السنوات اللي طافت ممكن قلناها هي إبادة إذا ما كانت من منبع الدين أو منبع إنسانيتك أو منبع وقوفك مع الحق فهي رسالة للكل أنه يطلع ويتكلم وما يرضى صراحة على اللي موجود وإحنا كوسيلة إعلامية أيضا كأشخاص موجودين في السوشال ميديا من واجب علينا أن نحن نطلع ونتكلم البعض يقول لك أنا ما أدخل في الأمور السياسية لا تدخل في الأمور السياسية هي أمور دينية هي وصلت لمرحلة المفروض أن نوقف كأمة إنسانيا إنسانيا إذا أنت بتتكلم عن الإنسانية وعن الدين هي بالنهاية هي أمة إسلامية وحدة ومفترض أن أنت ما ترضى باللي تحصلها أمهات يركضون في المستشفيات يدورون أطفالهم ما يدرون إذا هو مصاب أو استشهد وحتى لو استشهد يتلقون هذا الخبر بفرح أن عندها طفل مستشهد عسى الله إن شاء الله ينصرهم ونسمع إن شاء الله أخبار مفرحة آمين